دلوقتي هتلاقي كل منتجات Green Smile الطبيعية 100% على موقع Green Care Shop على الموقع الالكتروني www.greencareshop.com ادخل على الموقع واختار المنتج اللي ينسبك وحدد الكمية اللي انت محتاجها واطلبها اونلاين وتوصلك لحد باب البيت لتفاصيل اكتر عن منتجاتنا الطبيعية اتصل على 0122 40 509 او زور صفحتنا على الفيسبوك Green Care Shop اشتركوا في القناة شكلك اصغر 10 سنين لما تستخدمي بيرني اللي بيحرق الدهون في جسمك اكتر 3 اضعاف معيه Green خس وطير الكرش لو عايز حياتك تتغير وشكلك يبقى احسن مما تتخيلي وبدون ترهولات او دفوات يبقى لازم تتواصل مع عياد الدكتور محمد رحيم على رقمنا 010 138 35 311 او بعتلنا ارسال على واتساب 015 514 64 55 8 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مساء الورد والفلي والاسمين كل سنة وكل يوم وحركم طيبين اي وقت حضركم موجودين فيه معايا ده بالنسبة لعيد عشان كده كل يوم اتنين وانتم طيبين النهاردة حنتكلم عن مشكلة المشاكل حديث الاحاديث يا دكتور انا عاوز اخس عاوز دوا امان وعاوز دوا يكون قوي وما يكونش ليه اثار جانبية اخس امان قوي ملش اثار جانبية الاربع مع بعض طبعا متسألها انت عاوز ديفيدي تقولك لا انا عاوزها بتدول بس وزي الفل كده ونبقى كتابنا الكتاب طيب نعمل ايه تعالوا بالاول نتكلم عن المعدة يعني ايه الدوا بيشتغل على المعدة احنا جعانين عندك مصدرين عشان تقفل الجعدة لا تشتغل على المخ لا تشتغل على المعدة مفيش مصدر تالت طيب الشغل على المخ قلنا انه هو غلط ومحرم دولية من سنة 2010 كان فيه مادة اسمها سوبوترامين HCL هذه المادة ممنوعة تدولها من سنة 2010 بعض النوع المخدرات لو معك رشتة بتزل تصرفها من سنة 2010 لكن الدوا ده ممنوع يعني لو تواجد في السنة 2010 لان فيه ادوية حركوا بتشوفوها دايما على الفيسبوك بتتكلم ان احنا اقوى دوا واحسن دوا وي 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 عبارة عن كابسلز شغالة على المخ الدوا ده لو موجود في الصدرية المفروض انها تتشمع قانونا الدوا ده ممنوع تدوله دوليا طب ازاي احنا بنلاقيه عم نتو بيتباع يعني زي ممنوع وزي موجود لانه دوا مخلق قيميائيا فممكن يخلق في اي معمل وتأثيره اه كويس الدوا ده لما كان تأثيره كويس عسد شهاية الدوا ده لما كان فيه كابسلات منه في السوق 10 جرام و 15 جرام عمل حالات وفيات مش هكلمك على الأثر وعلى المخ وحالات الاكتئاب ورفع ضغط الدم ويه أثره على القلب لأ بكلمك على حالات وفيات كل الكلام الباقي ده يعتبر كلام فارغ تخيل الكابسولز الموجودة دلوقتي على النت الجرامات الموجودة فيها من المادة الفعال اللي هي سوبيوترامين اتش سيل 30 و 40 ميلي جرام لما كان 10 و 15 يتمنع عشان عمل حالات وفيات ومات 42 و 40 هيعملوا فيك إيه لأ بس أنا خدت وخسيت أحريك ما حصلش فيه اطراب في النوم أحصل ما صحتش صبح تفسك بتقول الجوزك اخلعني أحصل بس ده عادي بيحصل كل يوم ما رمتوش بطبق شربة فوشه وهو رجل ما عملش حاجة عادي جدا يعني جاء قالك سلام عليكم رمتو بطبق فوشه أحصل ضغطك وكان شي برتفع أه ده صحيح ده نجال الضغط كل ده بالنسبة لك عادي ما رمتوش بالأدوية دي بعض الناس بعتالي طب حنتطلع فاصل لفن جماعة قصير ونرجع لحلالكم مرة ثانية لو عايز حياتك تتغير وشكلك يبقى أحسن مما تتخيلي وبدون ترهولات أو دفوات يبقى لازم تتواصل مع عيادة دكتور محمد رحيم على رقمنا 010-138-35-311 أو بعتل نرسال على واتساب 015-5114-645-8 وإحنا هنكلمك لا 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 إذا أكتخانت عايز أكتهد علشان تغرفت حياتك مش قادر تتخيل مش قادر تتخيل يا دكتور إن احنا نبعد عن بعض إحنا قضينا مع بعض أحل أواد وتتصورش إحنا في ذكريات جميلة ومشتركة بيننا كتير قد إيه بيتحملك وتقدر تسد عليك بيدخل قبلي بأي مكان به إن سبق الكرش وذكريات دي بجمع بي خليك تخس من غير ضعي مع يوجرين خس وطير الكرش رجعنا قلنا لحضراتكو في عندنا سكتين سكة شغلة عالمخة عشان سدش هي ممنوعة ومحرمة دوليا لمشاكلها الكبيرة والكتيرة سكة تانية إن احنا نشتغل على المعدة طيب هنشتغل على المعدة إزاي لازم حاجة تملى المعدة طيب نتكلم عن المعدة المعدة يا جماعة هي عضلة ليها تجويف العضلة اللي حجمها من سبعمائة لتسعمائة سنتيمتر مكعب دي أقصى طاقة ليها وده الحجم اللي ممكن تتمليها تمام؟ عشان نقول إن احنا نعمل فيها شيء فالمعدة المفروض فيه جراحات بتشيل منها ستين سبعين في الماء من المعدة فيه عندنا بعض الناس مثلا أو بعض التكنولوجيا تتكلم إن احنا عملنا حاجة اسمها بالون معدة إيه بالون معدة؟ حاجة بتنزل جوه المعدة تتملي بسائل السائل دي ياخد معنا من خمسمائة لسبعمائة ملي طبعا هو دكتور الأول بيشوف حجم المعدة ده قد إيه؟ وبيبدأ يملى البلونة دي بتاخد خمسمائة ملي لو حجمها سبعمائة ملي أو تمنمائة ملي ما ما بيسيب تلتمائة ملي بس فضيين في المعدة أو تلتمائة سنتيمتر مكعب يعني عشان تقدر تاخد فيه غزاك وتتعايش منه طيب نزلت أدوية عشان تعمل كتلة في المعدة الأدوية دي اللي بتعمل كتلة في المعدة بيقال عليها بلون بلون بديل بلون معدى طيب احنا جبنا تجربة عمدنا خمس كاسات كل كاس موجود فيه 200 ملي من الميا مياه دي خالص هنبدأ فيه تحط فيها المنتجات دي ما حضراتكو ادي عمدنا أول منتج طبعا المنتجات دي بتختلف في الصناعاتها بتختلف عامل كتير يعني الشاشة جايبة لحضراتكو وهقول لكم دلوقتي فروق معينة فيهم ده أول منتج تمام ده المنتج رقم اتنين يا جماعة أنا مش جاي النهاردة أجيب حد والله أنا جاي النهاردة أقول لكم الصح والغلط ده رقم اتنين ده المنتج رقم تلاتة كل دي بيقال عليها بديل بلون المعدة على فكرة وبتتبع في السوق وموجودة في صدليات وبش حقول إنها حاجات مش مرخصة لا حاجات مرخصة ده رقم تلاتة ده المنتج رقم اربعة تمام وده المنتج رقم خمسة يبقى هعملنا تجربة علمية معملية فزة تمام يمكن أول مرة تطلع معنا على الشاشات الناس زي ما بتتكلم على منتج وتطلع تقول لك المنتج ده أقوى منتج وأحسن منتج وجاي من الفضاء الخارجي تمام احنا كده قلبناهم هنرجع بس نقلبهم مرة تانية لأن المفروض هي جوة المعدة المعدة بتشتغل عليه انقباض وانبساط تمام انقباض وانبساط ده زي عملية التقليب اللي احنا بنعملها دي فاحنا قلبنا وبنرجع نقلب مرة تانية تمام كده كلهم في كاسات ميتين ميلي على ساعتنا الجميلة أو ساعتي الجميلة أي أن كان شن هي هداية بس والله عافية لو جيبها بفلوسي بكتش 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 ساعة الجميلة ولا حاجة خلاص هنعمل خمس دايق حسبوا معي من الوقت يا جماعة خمس دايق هذه الخمس كاسات قدامكم مفروض فيه منتجات في السوق تعمل بالك في المعدة المنتجات دي كتير جدا أشهرهم في الاستخدام وأكثرهم ممكن نقول عليه إن هو بديل بالون معدى حاجة اسمه سيليم هاسك بودر أو بودرة قشور القاتونة بلغة العربية الفصحة بودرة قشور القاتونة باشا أنت كده راجل ما حصلتش طب ما احنا نجيبك بزور القاتونة أنا بقولك بودرة قشور القاتونة القاتونة نفسها هي بزرة حاجة شبه نقدر نقول شبه الشياء شبه بزر الكتان نفس العيلة دي الأشرة بتاعتها بتتاخد وتطحن ببراحل عديدة عشان تبقى بودر هنا بنتكلم على بودرة قشور القاتونة البودرة دي هي المادة الفعالة اللي اللي أنا بتيجي عليها المية بشكل كويس بفترة جيدة قبل الأكل كمية مية معينة بتكلم تقريبا من ربعمائة لخمسمائة ميلي مية يعني بتكلم تقريبا فيه نص لتر معاها قبل الأكل بنص ساعة بتتكور مع بعض وبتاخد شكل كتلة في المعدة كتلة جيلاتينية فيحنا تكده عملت بديل بالون معدى فلو بدك سبعمائة ميلي وياخدت خمسوية ميلي فضلك ميتين ميلي بس تاكل فيهم طيب الكتلة دي كده مش هتأزيني لا الكتلة دي جيلاتينية لكنها بتتهدم هتتهدم ازاي؟ هتتهدم في خلال من تمانية لاثنشر ساعة طبعا نوع المنتج بس الأغلب احنا بنتكلم من سبعة لعشر ساعات قول تمانية في المطوص يعني خلينا وقعيين ناخد عن حزبة الوحشة مش الحزبة الكويس نتكلم في خلال تمان ساعات يبقى كده كويس يبقى كده اي منتج في السوق في سليم احنا ناخده هو ده بديل بالون المعدة لا تركيها بسيطة كده صغيرة انا بتاكمن شوية ايه؟ بديل بالون المعدة هي البالون دي حاجة مسكة نفسها ولا حاجة سايلة لا لازم حاجة مسكة نفسها احنا قولنا لازم نعمل كتلة ايه؟ كتلة جيلاتينية فاي منتج مايعملش الكتلة الجيلاتينية مالوش اي تلاتين لازمة لأ بحرك يجيلك اعلان في التليفاجي انو تمسك كوبات عصير كده متين مليو وقلب فيها والله بيمزوز قبل الاكل وإيه ده انا مش عارف اكل فاكريني طبعا الاعلان الجميل لو لو كده مش كده جميل وطلعوا فنانين كتير تكلموا عنه انت بتشهب عصير حضرتك بتشهب عصير اتقلب برا وفضل شوية ومامسكش نفسه حتى بديل بالون المعدة ايه اللي بتتكلم عنه عشان كده بعض الادوية دي الناس وبتتسقش فيها ليه لان فيه منها كتير مغشوش هيغشوا ايه ده منتج طبيعي لأ ما هو سيبتك المنتج الطبيعي ده فيه منه درجات سيبتك المنتج الطبيعي ده زي اي عشب في الدنيا هيك لو نزل عند اي عطار تشتري اي عشب هتلاقي بمية وخمسين وبستين السليم هاسك بودر الاصلية بتتبع في مصر في احد المحلات الشهيرة بيبيع 8 كيلو بـ 100 جنيه يعني كيلو بـ 800 جنيه ومش مصنعة هي بس مطحونة ومكتوب لك عليها فيها ردة نخالة قمح اللي هي الردة ونخالة شعير لان هو ما ينفعش يبعلك بيور مية في المية كمان ما يضمنش اساسا ان هي جاية بيور مية في المية وبالغير كده مش هيكسب كويس انتوا متخيلين فما بالك المنتجات دي عشان تكسب تعمل ايه بيحط ضمن المكاورات بتاعته شو فان وبيحط ضمن المكاورات بتاعته ردة يملاها اي حاجة انت حاركت اشتريت الكيس ماليته اي حاجة لكنه مش مادة الفعالة فتقد ايه تلات دقائق ونص ما لديتين كمان نتكلم فيه هنجد ان بعض الاكياس انا مش بعرض اسم المنتج معين ده 5 جرام ده المفروض 5 جرام ده المفروض 7 جرام وده 10 جرام طب انا ااخد انه لأ ما بالمنطق يفند لو حمي بتكلم عن المعدة شخص كبير يبقى المفروض ياخد قد ايه 10 جرام على القل وحقول لكم ليه حد صغير طفل ياخد 5 جرام فلما تيجي سيادتك لما تيجي حضرتك يتقلك انت اخد بالنسبة ان احنا 5 جرام وجميل ورائع وما حصلش وممكن تاخد كيسين 3 لو حبيت لأ ده عشان حضرتك ضعيف تلو منتك قوي ما تقوليش خد كيسين 3 كبيرك كيسين فعليا لو شخص بعدته معدة فيل على فكرة في معدة بتكسر اللتر مكعب بمعنى حبيلتكلم من 700 إلى 900 سنتيمتر مكعب لأ يا بتتكلم على 1200 و1300 فشخص ازاي كيس واحد باش هينفع معان فتخيل لو انت باخد كيس 5 جرام بعض الشركات بتيجي بتيجي تكلمني يا دكتور ده احنا ممكن تاخد 6 و 8 في اليوم ده انت مية انت باكش ايه 30 لازمة عشان تعمل كده ده شيء ما يخييش اطم لك ده شيء معناه ان الشخص حير من فلوسه لكنه ابدا عمره ما يلاقي نتيجة فاضل معانا دقيقة عشان اوريكم احنا نعمل ازاي يبقى لازم يعمل كتلة لازم تاخد بالك الكيس حجمه قد ايه ما حضرتك بينفعش تاخد 10 جرام بينفعش تاخد 5 جرام وشابه صغير ياخد 5 جرام وطفله صغير ياخد 5 جرام لأ كده في مشكلة فيقولك انت كبير خد كسين بدل كيس يبقى انت كده حضرتك بتغشني لان كده المنتج ضعيف لازم المنتج يعمل كتلة جيلاتينية برا الجسم وبرى الجسم ده اختبار على فكرة اللي هو عملها برا الجسم جوة الجسم بيعملها بشكل افضل بكتير لانه جوة الجسم درجة الحرارة اعلى في المعدة درجة الحرارة اعلى ودرجة الحرارة هنا بتفرق في الموضوع واضافة الى انقباض والانبساط بتاع المعدة بيعملوا عملية زي التقليب فبيخلي كتلة مسكة نفسها بشكل اسرع وبشكل اقوى مع كلمة المايلة تنزل فاي منتج يدخل معدتك بيقال عليه بديل بالون المعدة لعوامل لازل بتبقى موجودة عشانه هو كايس تعالوا نمسك المنتج ده عصير صح احنا وتكلمنا اهو قدامنا في الشاشة هو عصير بالزبط هو عصير بدون بلغة في اللفظ طبعا الموضوع الازرع والاصفر والاحمر والالوان دي دي الوان صناعية بس عشان وفليفورز وحاجات زي كده تخيلوا ده بيتباع للناس لو الشاشة بس يعني لو نعمل فوكس على الكاس ده جماعة بالذات الكتلة ركزة تحت الكتلة بسطة جدا والباقي مية هو اساسا حتى مش ماسك نفسه هو حتى مش ماسك نفسه اساسا يعني لا اه بالزبط الجزء اللي تحت ده يا جماعة لو تخلوا بالكم منه هو ده المفروض المنتج نفسه تمام طيب لو مسكناه هو مش حاجة اساسا يعني ما وصلش لمرحلة مش عارف اقولك ايه يعني مش عارف اقول اسم الشركات عارفين المشروبات السريعة تانجو وغيره واما شابه هو شابه هو بالزبط الجميل التاني ايه ده اخوه بس هنا واضح بشكل اكبر بكتير بصوا يا جماعة بصوا اللون وبصوا اللي ركز تحت المفروض ده بديل كبالون المعدة وبديل تكميم والحاجات الجميلة اللي الناس بتكلم عليها بصوا التالت ده كان كيس 7 جرام يا جماعة برضو خدوا بالكم في فصل وحاولوكم الفصل ده معنى ايه في فصل بين الجزء اللي فوق الجزء اللي تحت في فصل كبير بين الجزء اللي فوق الجزء اللي تحت وبردو ممسكش نفسه يريت الشاشة جبلنا الجزء ده تمام الاخير هنا جماعة احنا قلبناه ما تقولوكم بسك نفسه احنا قلبناه انت بتخيل هو ده منزل رجوع معدتك كنت لها مسك نفسها لأ ما ده هيئزيني لأ افادي موطري حالك بتحط يدو فيه موجود زي جيل يعني آسف يعني تمام احنا قلبناه طيب حاجة تانية مس عاوز اوضحها لكم هنا لما يطلع في ايدك حاجة ما فيش حاجة في ايدك هنا لو صباعي بان في الكاميرا تمام ما فيش حاجة في ايدك ما فيش لون في ايدك لانه منطقي منطق طبيعي ومنطق مفوز سبغة يطلع في ايدك اي منتج من تول تعالوا نفتح كس تاني خلونا ندول بس عشان انا هحتاجهم المنتج ده كلونه اصفر لو جات علي نسبة مية بسيطة معلش الكاميرا لو تيجيب صباعي مش عايف حيبان معنا في الكاميرا ولا لا ويعني هو يباني بس عشان يمكن عشان اضاءة صباعك بيصفر ده مش حاجة وحشة على فكرة ده مش حاجة مضرة مش حاجة موزية بس فيه اللون صناعية هو كتبلي على الكيس ان هو مية في المية طبيعي لا حريك مش مية في المية طبيعي لا ما احنا مضيفين فيه بودرة اناناس يا فندم بودرة الاناناس الطبيعية اللي بيزود معدل الحرق ملهاش لون لونها ابيض اساسا لما بتشتريها كبودر في الحمليات الصناعية بتشتريها كبودر ملهاش لون ولونها ابيض تدوبها ملهاش لون لونها عادي جدا مش اصفر الاسفرار ده اللي أنا مضطر به حقصة إيدي عشان يطلع من إيدي ده لون صناعي لو ترى مؤذي لأ لون مصرح به بس أنا مشكلتي معاك مش كده مشكلتي معاك إنك بتغشي الناس بصوا جماعة بعد ما سبناها فترة ده البالون اللي هتكون كله معدتك ماسك نفسه دي الكتلة البالون الحاجة الوحيدة موجودة عندنا على الترابيزة ماسكة نفسها مقابل كل الحاجات اللي تكلمنا عليها هعمل معاكو بقى تجربة أقوى بكتير أنا النهاردة جاية روح معاكو لأبعض نقطة ممكن نروح فيها مع بعض أنا هقلب كيس تاني يعني المنتج ده أنا هحطه منه كسين مش كيس واحد أنتوا متخيلين وهسيبه شوية زي ما هو بيتكلمه أنت ممكن تاخد كسين هوريكو كمان الكسين هيعملوا إيه مقابل بين عندنا كيس واحد من هنا عمل إزاي طب أنت جيت قلنا على منتج معاين والله ما فرق معايا ليه في معايير تشتري على أساسها معايير إن المادة الفعالة تكون قوية معايير إن في تجربة معاملية تعملت وإن صاد عينك وغريتك إيه كويس وإيه الوحش لازم تتكلم على عشرة جرام على الأقل لما يقولك إن إحنا الموجود كله طبيعي حديكو بتشرب عصير ما هو طبيعي إن العصير حديكو بتشتري عصير بمبلغة كبيرة طي نيجي بقى النصبية كبيرة جدا بتحصل عندنا في أسعار المنتجات دي تلاقي منتج سعر نخيص جدا ومنتج غالي هو إيه تركة يعني إيه المشكلة لأ البيوريتي بتاع المادة الخام اللي جوا حتريك زي ما حريك بتشتري أحد أشهر ألماء عدويته الغدى بتشتريها من مصر بسعر لو إنت جبته من أي مكان برة حتلاقي الرقم ده مضروب في خمسة أو ستة إيه الفكرة لو حد تعبان وعنده مشكلة بيارة لأ دكتور بينصحه جي بتاع برة مش عيبا في المنتج المصري لكن المادة الخام البيوريتي بتاعها النخاء بتاعها الكفاءة بتاعتها تخيل حريك بتدفع كتير جدا ده اللي احنا قلبنا فيه كيسين ها هو ما زال عصير زي ما هو ده الموقع كمان عم يمعكوا حركة وقلب فيه كيس التالت كمان عشان يباني إن هو عصير زي ما هو فحريك فرحانك بتشتريح حاجة بمئة وخمسين ومتين جنيه أنا معرفش الأسعار يعني مش رقم معايد أي أن كان الرقم أنت فرحانك بتشتريح حاجة رخيصة لأسف بفيش حاجة قوية رخيصة تمام حضرتك عشان تاخد حاجة بديل بالون معدى لازم لها معايير لازم يبقى كيس عشرة جرام لو أنت شخص كبير كيس خمسة جرام لو أنت صغير لازم منتك ماسك نفسه حاجة ماسك نفسها تبقى حاجة ماسك نفسها ده شكله جوى المعدة تمام هيبقى ماسك نفسه طب ما ده مش حقيزيني لا ما هو جيلي زي بحركة لكلت جيلي بس كلتها مرة واحدة وهي بطبعتها بتفضل مسك نفسها بعد 8 ساعات تتكسر هتروح فين بعد 8 ساعات تبدأ تنزل في البراز طب هي دي بفايدتها ده الكيس اللي ورا منه في القوة يعني العلبة دي تقريبا بـ 500 جنيه المنتج الثاني يعني المنتج ده تقريبا بـ 3400 عمش متذكر سعره المنتج ده بـ 500 جنيه متخينينا عمل ازاي؟ متخينينا عمل ازاي؟ المنتج ده تقريبا على البيتو بـ 200 جنيه عصير لونه فاتح يحملوش اي قيمة نهائي تمام؟ احنا حطينا كيسين من المنتج تقريبا سعره 250 على ما اتذكر كيسين كيسين عشان برضو يفضل سايل زي ما هو وده اول منتج احنا حطيناه العلبة بتاعته بـ 250 جنيه برضو هو ده من الراوند الرقم ده في 20 كيس في 5 جرام يعني ماشي عارف اقول لكم سرق اعالني او حاجة زي كده تمام؟ هو ده يبقى ليه معايير زي ما تكلمنا يا جماعة طيب طب يعني هو ليه فايدته بس الوحيم لمعدتي؟ لا مفيد جدا لحالات مرضى القلب بليل بيقلل الكوليسترول بيزود معاك حركة الامعاء فمش يحصل عندك تثبت امساك زي ما انت متخيل هيدخلك الحمام مش عملية ديورية مش اسهال هيدخلك بشكله طبيعي جدا بنتكلم ان هو بيقلل الكوليسترول فبالتالي بالتبعية هو مفيد القلب مفيد لحالات الكبد الدهني الكتلة اللي بتحصل في المعدة دي والمعدة بتفضل تشتغل عليها ليها فايدة كبيرة جدا فوق ما تتخيله يا ترى ايه هي الفايدة دي المعدة حاولين منها في دهون اسمها فيزرالفات في عندك دهون بين الجلد والعضلة تمام؟ وفي عندك دهون بين العضلة وبين الأعضاء الداخلية ومع الأعضاء الداخلية اللي حاولين دي فيزرالفات لو المنتج كويس المعدة بتحاول تخدمه فبتتحرك كأنك أكلت بروتين كأنك أكلت رحوم بتتحرك بأقصى طاقتها عشان تخدمه وهو أساساً وبيتخدمش فبالتبعية بتساعد بنسبة أو بأخرى فإنها تحرق الفيزرالفات حوالين منها عشان كده دايماً اللي بيأخذ المنتجات الكويسة بيقولك لا أنا شكل بطني اختلف تماماً طيب يا جماعة هو ده بس الفكرة بالنسبة لنا يعني هو هيعمل معنا الحاجات دي كلها يبقى أنا نزل أجيبه بكرة الصبح عشر كيلو في الشهر أبقى كدب لو قلتلك كده مفيش دوة في الدنيا حيساعدك من غير رجيم مفيش دوة في الدنيا حيساعدك من غير متأمن معنا مجهود رياضي الدوة وسيلة المساعدة آخر حاجة أقول لكم قبل مليه يختم الفقرة دي المنتجات النظيفة في السوق فعلياً هم تنين للأسف في واحد فيهم سعره معدل خمسويت جنيه وبدأ يتصحب من السوق لأن الحاجة الكويسة من الأسف ما لاش إقبال تاني منتج موجود معنا اللي هو الستاند ده الموجود ده اسمه الرجيم بتاخد منكم بي ناشن مع حاجة تانية اسمه بيرني بتزود الحرق ده فيه غير موضوع بقى دي التركيبات بقى النظيفة بقى غير موضوع إنه هو فيه السيليم هاسك باودر بنسبة عالية جداً كمان جواه خلصت الأنناس وخلصت القرفة يعني ايه خلصت الأنناس وخلصت القرفة دول يفرقوا عن الأنناس وقرفة يا باشا اللي بنجيبهم من العم عبدو البقال آه هم يفرقوا كتير ستكول خلصت الأنناس غير الأنناس طعم الأنناس اللي حريك بتنزلي تشتريه الكيلو بتاع بخمسين جنيه ده الموجود في العيلة دي كلها لكن خلص الأنناس اللي بيزود معدل الحرق الكيلو بتاعها من أربعة لست تلاف جنيه وده الموجود في البردكت ده خلصت القرفة غير القرفة القرفة كيلو بتمانين جنيه بتسعين جنيه عنده نوع بمية وشوية تقريباً خلصت القرفة حريك الكيلو بتاعها بيوصل فوق التالت تلاف جنيه عشان كده خلصت القرفة بزود الحرق لكن شرب القرفة نفسه مختلف زي بالزبط ما حالك تشرب كباتين شيء أخضر وحد ياخد قرسين شيء أخضر اللي خد قرسين كأنه شرب عشرين كباية فاحنا بتكلم هنا على خلصت الناس خلصت قرفة عشان يزود الحرق بلاس المادة الفعالة اللي هي سيليم هاسكي باودر اللي بتعمل كتلة في المعدة لاز كترة جدا بتعافش تاخد المنتجات دي عشان مش عارفة طريقة الاستخدام ياريت نعمل هو متن زهرة قدامنا دي كباية فيها عصير يا جماعة عصير أن الناس طبيعي بدون سكر عصير الناس الطبيعي بدون سكر بلحط كمية قد كده أي منتج بيكتب أنك حطوا علامتين ملي مياه لا الحاجات النظيفة بتكالكع بسرعة كمية قد كده تركزوا معايا قوي تركزوا معايا بسرعة فضينا الكيس عدوا معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة خمس أو ستة سبعين كنت مقلب حتى لو لسه في حاجة على الوش وشربتوا على مرتين هنقعد نمسك الكوباية ونمزمز ونكلم المسوسو الكوباية دي مش هلازم معدتك هتتحول لكده في ثانية ده مصدر قوة ليه فحركة لازم تشربيها بسرعة لازم تشربيها بسرعة هنحطنا العصير قلبناها في خمس ثواني وشربناها بسرعة هنحطها ونقعد نقلب بالراحة وجابينينا عارفت من حركة رأيئة والله العظيم أنا مستعد بها هذه المعلومة تماما لكن معلش المرات يقبلها بسرعة وشربها بسرعة وورا منه لتر مية أو ستويت ميلي مية حاول تشرب ما كتير الكلام ده قبل الاكل باربعين من نص ساعة لاربعين ديئة او مناربين ديئة لتلاتين ديئة لسشرب كوباية مية في كوباية مية في كوباية مية وتبدأي غداكي بتبقى صراطة كبير شكرا على كده ممكن ما تكليش طبعا كل اي حاجة بسيطة طيب ممكن ناخده على عصير ده ونشرب وورا منه لتر المية ومنتع الشاش فكرة حلوة جدا ممكن ناخده على زبادي وورا منه لتر المية واناكلش بعد كده فكرة ممتازة يبقى بديل كامل لوجبة العشاء هيشبعك لحد تاني يوم باش هتحس بجوع الشديد خاصة لفترة الشتاء بالاضافة لان هو بيشغل معلتتك فترة طويلة جدا اهم حاجة كنت عندنا في الحلقة كان المعلقة دي انا سرقها من وورا مراتي لو عامل التفتيش مفاجئ حابات عند الحاجة هشوفكم الفخرة الجاية اشتركوا في القناة شكلك اصغر 10 سنين لما تستخدمي بيرني اللي بيحرق الدهون في جسمك اكتر 3 اضعاف معيو جرين خس وطير الكرش اللايف مع روحيم كل يوم اتنين وكل اتنين وانا كويس وطيب لان انا موجود مع حضراتكم دي الوقت فقرت الاسئلة احنا بدأ ناخد اسئلات حضراتكم بس في البداية كنت اتسألت كتير على اسماء مواد في النصف الفاصل اسماء مواد معينة يا ترى او ادوية معينة باي نيم انا وبعدرش اجواب على اسم دوا باي نيم يا جماعة وانا على الهواء بعد الله بإذن الله انا عندي صفحة دكتور محمد روحيم الصفحة الرئيسية والجروب بتاع اسميس الروحيم اجاب احرقوا على اي منتج ما عنديش في مشكلة خالص لكن على الهواء يعني اثا كلمة ينفعش اخلوا قريبا ما ينفعش ثانيا قانونيا ما ينفعش تمام بعض الناس كانت برضو بعثتلي في اسألني على الاطفال يا ترى الاطفال يعني نفعوا ياخدوا منتجات زي دي ولا لا الموضوع في بعض المنتجات مخصصة الاطفال تمام في حاجات اسمها جونيورز في حاجة اسمها ريجانب الجونيور تبتاع اطفال اطفال يعني ما سن كام امان من سن سن سنين معانا ما ست سنين فما فوق لو ابنك في عددية بس وزنه بيئة تسعين كيلو ومت كيلو بيأكل بشراها لا دا عاوز كيس عشر جرام من بتاع الكبار ابتكلم على طفل ست سنين وسبعة سنين وثمان سنين التي بلحظة شهيته بدأت تعليه شوية لا ممكن اضف له حاجة زي كده لكن طفل في عددية دي مثلا او في سنوي بيأكل كميات بشراها زي الكبار بالزبط او اكتر من الكبار لا دا محتاج كيس عشرة جرام اهم حاجة زي ما قلنا الطريقة اللي يتقلب له في حاجة يعرف ياخدها على فكرة ممكن يتقلب في مياه ومش لازم عصير يعني انا جبت العصير بس عشان الحلق عشان يبان لكن بالنسبة لا ممكن يتقلب في مياه لكن طعمه افضل اكيد اكيد على العصير تاني حاجة هنتكلم عليها احنا الاربع اللي فات كنا موجودين فيه لقاء الاربعاء وكنا موجود في إيفنت بتاعنا في جرين لاؤج وكان يوم جميل جدا شرفوني بالحضور تقريبا من 13 ل 15 شخص من حضراتكم اخترنا من فاز البرنامج واخترنا من الفانز عندي على صفحة ومن فانز المطعم نفسه ان شاء الله هيبع عندنا إيفنت الاربع مش الاسبوع ده الاربع اللي بعده يعني كمان عشر ايام بإذن الله هيبع عندنا إيفنت تاني فاللي عاوز يشترك معنا في الإيفنت اللي هو بيشرفنا بنوعد مع بعض بنعمل كشف كامل بنبع واخدين أجهزتنا معنا جهاز الانباضي يعني قبل يضيفنا حل بنتناول حاجة بسيطة كده مع بعض وبنجاوب على كل أسئلة وبرضه هو نوع من أنواع كسر الروتين ونوع من أنواع تعرف طبعا كل ده بيبقى حاجة مجانية وبتشرف جدا بوجودي مع حضراتكم بإذن الله الحلقة الجاية يوم الاثنين الجاي حزيح لحضراتكم حاجات مختطفات من اللي قلناه ومن الكلام اللي عملناه في الجرين لاؤج واليوم الجميل ده اليوم ده كمان كان جميل في حاجة إن احنا كان معنا بعض الحالات اللي كانت خست وخست عشرة كيلو في شهر والناس اللي جابت تلاتين واربعين كيلو في ناس اللي هي الحمد لله فضل ونعمة كرت مريض السكر وبدأ السكر يعني مش هقول سكر مش بيختفي يا جماعة لكن هو سيطر على مرض السكر ما بقاش بياخد أدوية بقى متعايش زيه زي الشخص الطبيعي تماما طيب معنا أمياد الفضلي سلام عليكم إذا كنت كل عاملة إيه حاليكم إياد اللي كنت معنا للاربع اللي فات مظبوط أوه تماما أهلا بيك أمياد كتب الناس اللي من الفانز بتوع البرنامج وكتأول مرة تشرف بيها ونورتني هي وقياد كمان صح كده؟ ربنا يخليك يا دكتور سلام عليك عجبك اليوم؟ آه جميل جدا طبعا أنا أصلا بشكر حضرتك جدا شو بني خليك بشكر كل الناس اللي كانوا في المطعم وكل القسط اللي كانوا مع حضرتك ربنا يبارك فيكم وناس محترمة جدا وراقية جدا وأصلا فرحت جدا وكنت مبسوطة جدا في اليوم ده فعلا كان كسر للروتين جتاعي وكمان استفدت من حضرتك جدا الندول اللي حضرتك عملتها والأكل طبعا كان طعمه لذيذ جدا مع أنه كان فيه سبورلينة أو أنتو بعرفتوش غير في الآخر إحنا قدمنا أكلات 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 اتهتها بالسبورلينة التحلب اللي بتكلم عليه بعض الناس بتهاب من كلمة التحلب ومش بصعوبة طعمه عامل إزاي حضرت جواتي تحط قدام منك وأكلتي وبعد كده عرفت إن فيه سبورلينة طعمه كان عامل إزاي؟ أول حاجة لما شفت اللي كان فيه حاجة مختلفة اللون بس فاستغربت هو أنا هيكل ولا نش هيكل بس أما بربت ودقت عمع جميلة جدا طبعا بالعكس الطعم حلو جدا وكمان العصير أنا شربت حبة عصير كده وسط الأكل حسيت إن أنا والله حسيت إن أنا مش قادرة أكمل لا مش قادرة أكمل هل تتكلم على العصير اللي أنا كنت بعملها في الحلقات إحنا برضو نزلناها ضمن مني والمكان نفسه ونزلت للناس وي بتأكل فكرة إذا كتشرب العصير بالعصير الحريقة دي والعصير البديلة بعض الناس متخيلة إن هي فكرة لبرنامج اللي تيفي شو لأ لما بتستخدمها فعلا في حياتك وتستخدمها فعلا مع برنامج دايت وبتستخدمها حاجة ضمن أقلك الطبيعي تفرق جدا معك في الصحة تفرق جدا معك في معدل الحرق تفرق جدا معك لو أنت بتعاني من مشاكل زي الأنيميا وأغلبنا على فكرة عنده بتسبق وبأخرى أنيميا إرهاق مش شغل الحاجة اللي بتدفع منطقتك بشكل كبير جدا نورتينا يوم أياد وشرفتينا وإن شاء الله بإذن الله ابدأي بقى عشان المرة الجاية هيبقى عندنا مكان تاني أجمل يوم لأربعة بعد عشر تيام ابدأي بقى تفعلي معنا بإذن الله شكرا لك استيقن طيب هناخد أسئلة من الموجودة معنا في الجروب كان بعض الناس بتقولك أنا عاوزي أني اشترك في موضوع الإيفنت بتاع يوم لأربعة أنت مش مطالب بأي شيء أنت بتشوف اللايف بتاعي البيتزاع عندي على الصفحة صفحتي دكتور محمد رحيم بتبدأ تعمل شيرل لايف بتبدأ تعمل إنفيتشن للأصحاب بتعملهم منشن في الفيديو نفسه هي دي القصة كلها حالك محتاجين يبقى فيه تفاعل بناخد الفانز بتوع الصفحة أكيد أنا مش هاخد حد مش متفاعل معايا حد آه أنا صحيح ما بقاش شفته يعني أنا كنت في الناس اللي شفتهم في الحضور أربعة أو خمسة وفي عصرة مش هفتهمش قبل كده لكن أنا وبسط جدا بوجودهم للناس دي أنا عارف أسماء هادي ناس متفاعلة معايا ناس يعني في ود أونلاين ما بين يوم ما بينهم هي دي بس الشروط اليوم دا بيبقى جميل جدا لحد لو محتاج إن هو يخس وبرضو مش يعني مشوار العادة بعيدة عليه عنده ظرف أو آخر بقدرش ييجي يتابع معنا أنت في اليوم دا بتعملك الكشف بشكل كامل وبتاخد بروغرام داية كمان تمشي عليه طيب أستاذ أسماء تفضل لي فنم أم سعر يا دكتور مساء نور يا فن أم معك أسماء كمان اللي كنت مع حضرتك المرة اللي فاتت أهلا بيك يا ستاكول كنت حدك موجودة معنا في الإيفينت برضو أهلا تمام الحضرتك اللي قدتلي وشك فيش غريبة علينا فوق الخمسين سنة أرى بي أدك الصحة والعم أساسا من صوتك يا فنم مش خمسين سنة أساسا والله العظيم صوتك مش خمسين سنة يا فنم شرفتيني ونورتيني يا فنم أنا والله مفتوطة جدا من اليوم اللي إحنا حضرناه مع بعض وانا استفدت كتير جدا فوق ما تتخيل وأنا عايزة أعمل تحدي معيكم مع الناس كلها إن شاء الله أنا بس عايزة إيه أعرف أتحرك وأروح وأرجع ويبقى عندي حركة على طول حداك وتكتب لي على شوية تحليل أنا إن شاء الله خلال يومين هعملوا ووعده أعجل حضرتك بيزي لابدو معطعة ومدام أسمع برضو كان لها تجربة لو تسمحي لنا لقولها مع حضرتك فكرة الجراحة بعد ثلاثين كيلو وزني وقف وما تحركش تاني وما زلنا تعبنين بس آه طبعا بعض الناس بتتخيل إن الجراحة دي هو الحل السحري لأي مشكلة لأ أنا مش حتعفضها يتعنروح أعمل جراحة حريك من خلال تجربتك شايف أن الفعلا هو حل السحري لا طبعا لا طبعا لا أكيد طبعا ده مستحري طبعا أكيد مستحري ومش أي حد تنفع معه أي جراحة طبعا بالضبط يا فنة يعني إحنا ما نروحش يا جماعة بضبط ما نروحش يا جماعة نقول إحنا عوزين نعمل جراحة بصعب قوي الجراح يقولك مش هعمل لك يعني مش هيحصل لو هيقولك مش هعمل لك تمام؟ لكن إنت لازم تاخد خطوات إنت لو ما عندكش عزيمة ومتاجه للجراحة والله هتدخل مرة تانية إن شاء الله يا فنة بقى نشوفك قريب إذن الله أو تصوري معنا قبل وبعد وتبقى موجودة كمان معنا هنا بإذن الله بعد بوزنك ينزل مرة تانية إن شاء الله حتى في المكتوب إن أنا لو وصلت المية وخمستاشر دا يبقى كويس حدريك حليك بسم الله إن شاء الله حليك كنت طويلة وكمان كانت في كتلة العضلية بتاعتك كويسة دا لأنا فكره كان عادك بس مشكلة ضعف شوية في حضرة الرجلين لكن كبشكل عام كتلة العضلية بتاعتك كويسة تمام إن شاء الله يا فنة بتبقى موجودة معنا بإذن الله يا فن ربنا خليك يا فن طيب بالنسبة لبعض الناس كانت بعتالي يا جماعة بتتكلم في أسماء منتجات معاينة قلنا مش هنعرف نجاوب عليها دلوقتي يترى المنتجات زي الرجامب ومنتجات زي البرني يترى ممكن تتاخد تأزينة مع أدوية تانية برضو كانت من أسئلة اللي جاتلي تأزينة مع أدوية تانية لا هي مش بتتفعل مع أي دوا لكن دايما ليفضل الحاجات دي تتاخد يعني الرجامب دا إحنا ناخد دوا ناخده قبله بربرة ساعة وبعده بربرة ساعة مفيش أبحاث علمية بتقول إن ليه أي تفاعلات دوائية طيب هو خطر على مين؟ خطر على الناس اللي عندها انسداد في الأمعاء أكيد حضرك ما عندكش انسداد في الأمعاء لأن دي مشكلة كبيرة جدا وبتتطلب تدخل جراحي وميحجم لعمليات الكبرى بعض الناس برضو بتسأل بالنسبة لبنون المعدة ما فيه ناس خسط عليه حاليك ممكن تنزل على البنون المعدة 15 و 20 كيلو في خالة 8 شهور أولا دا مش رقم مش رقم كبير سيناح لك لما تشيلو محتاج تعمل دايت مرة تانية إيه دا؟ هو أنا لما شيلو مش خلاص بيت كويس لا والله مقتش كويس محتاج تعمل دايت طب أنا مش عارف أعمل دايت لأ يبقى شيلو شهر وتعالي ركبه مرة تانية إيش حياتك بقى كده جميلة؟ بقى في مشكلة دلوقتي حطين حاجة اسمها الكابسولة الزكية بدل بالون وشغلانة كبيرة لأ بنزل بكابسول ونبدأ نملاها تاخد حجمها وبعدين تتشيل يعني بشكل أقمن بكتير وقاس فبتدوب بعد فترة يعني هي أقمن بكتير من البلون إحنا برضو في نفس النطاق وفي نفس الفكرة نفس الكست العالي جدا لكن أرجع وأقول لك مرة تانية إن الأدوية وأي حاجة إحنا بنتكلم عليها هي سابورت وحاجة بجانب الرجيم حاجة بجانب النظام الغذائي وبجانب كمان الرياضة مفيش حاجة بديلة أنك تعمل رياضة مفيش حاجة أنك تعمل بديلة أنك تعمل نظام الرجيم كانت مدام أسماء سألتني على الناس اللي فوق الخمسين ترى ما ينزلوش؟ مين قال؟ من أكتر الناس اللي كانت ناكحة معايا ربنا يديله الصحة ويمسيب الخير إذا كان عايش يعني شفوش من فترة كان يسوي أزاس جيرجس ربنا يمسيب الخير ورسله تحياتي إن كان سامعني وكان وقتها من أربع خمس سنين إلى خمسة إلى سبعين سنة هذا الرجل مجرد من المرتعب صحيا كان عنده مشاكل في الكلة ومشاكل في الركب ومشاكل في ظهره بحكم المرحلة العمرية الطلب منه لازم تخس هذا الرجل خس معنا في شهرين ونص خمسة شر كيلو في الشبابة مبتعملهاش تمام؟ طب إيه الفكرة؟ هو كان بيسمع الكلام وبس عنده خمسة وسبعين سنة كان بيسمع الكلام خمسة وسبعين سنة وكان بينزل يتحرك إمشي بس جيرجس عناية مش يتقد إمشي تقد كده العكل فلاني تمام كان يجي تيجي معاه زوجته يا دكتور والبرتقان في مشكلة لا أمفوش مشكلة ست الكل والله عزمت عليه ببرتقان وانت كتب له مثلا سين أي حاجة تانية مرضيش ياخد متخيلين مدى التزام هذا الرجل وصل لحد فين؟ كان بينزل طيب المشكلة الوحيدة في المرحلة العمرية إيه؟ هو أنك لازم تحافظ على متطلبات المرحلة العمرية دي وقيم نفسك بناء على المرحلة العمرية حالك لما تبقى خمسين سنة وستين سنة وتخس كيلو كيلو نصف الأسبوع فضله نعمة محرك لما كنت خمسة وعشرين كنت تنزل تلاتة فأنت كده زيك زي الخمسة وعشرين نقارنها بالمرحلة العمرية فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رجعنا لكم مرة تانية وده كان جزء بسيط من الإيفنت ومن شكل المطعم لكن الندوة احنا ركملنا في المحاضرة عن بعض أنظمة الضيطة الحديثة وتأثيرها السلبي والإيجابي وكمان عملنا عادنا مع بعض شربنا وأكلنا وكان يوم جميل اللقطة اللي ظهرت دي بس بكملتش هنشوفها ان شاء الله المرة الجاية احنا كل بنوزع هدايا بصوا عملنا كل الألعاب في اليوم ده بس هننكون ان شاء الله لأربع كمان عشر تيام وحقول لكم المكان فين اللي عاوز اشترك معنا يبدأ يبعث لي من دلوقتي على الصفحة بتاعتي صفحة المركز بتاعي اسمها دكتور محمد رحيم طيب آخر حاجة بقى بالنسبة لنا النهاردة يا طرى مع الرجامب ومع الحاجات بديل بالون المعدة دي ازاي يخسوا يخسوا بشكل كبير الحاجات دي هتساعدني حقول لك رجيم ينفع بنقول عليه رجيم للمناسبات ورجيم للحالات الصعبة اللي مش بتنزل ورجيم الشخص اللي هو عاز خلال اسبوع يجيب اربعة وخمسة كيلو عشان عامده بنسبة معينا الجميل في الحاجات دي لما بنستخدمها ان احنا بنستهدف الدهون طبعا مع نزولة اربعة وخمسة كيلو صعبة وتبقى كلها من الدهون لكن هيبقى اغلبها من الدهون وده هيعمل فرق كبير جدا معنا في الشكل طيب هنبدأ ازاي طبعا قلنا كتير جدا ان بدايتنا لازم تبقى قبل عشر صبح واخرنا عشر صبح كبات لبن خالد دسم معلقتين شوفان معلقتين شوفان ومعلقت عصر لحد الساعة واحدة ظهرا هتاخد تفحتين خضر او تلاتة كيوي انا بقوله على الرجيم للمناسبات فمعلش استحملوا طبيعة الرجيم الغريبة شوية الساعة اربعة عصرا هناخد طبعا صلطة كبير طبعا كرفس بقدوس جرجير هناخد شربة خرشوف او هناخد شربة كرومب او هناخد بروتين لحمة وفراخ نمشي عليهم ازاي يومين شربة خرشوف يومين لحمة وفراخ يومين شربة كرومب او تاتيام شربة كرومب العشعة بتاعنا كبات الزبادي هنحط عليها كيس الرجيم يتقلب ويتاخد بصرعة كبيرة وورا منه لتر مية العشعة بتاعنا هيبقى امتى بيتكلم تقريبا على 8 مساء نومك امتى بيتكلم تقريبا اراوند 11 مساء المهم الرجيم بديتاخد قبل ما تنام على الاقل ب 3 ساعات ممكن 4 كمان ما فيش مشكلة خلال الفترة خلال اليوم محتاجك تعمل ساعتين رياضة في قواعد مهمة للضايت ده عشان ننجح معاك ده لازم ساعتين رياضة صحتك كويسة عملتهم متواصلين فضل ونعمة لا مش قادر عملتهم على مرتين ما فيش مشكلة خالص لا انا اقل من كده كمان في مستوى الليقة على الاقل على الاقل تعمل نصف ساعة واتكررها 3 مرات في اليوم ده كان بروجرام الضايت هنعيده مرة تانية هنبدأ بكوب لبن خلال دسم معلاتين شفان ومعلات عصن لحك الكلام ده الساعة 10 صباحا ساعة 1 زهرا تفاحتين خضر او 3 كوي ساعة 4 عصرا طبق السلطة اللي فيه كرافس بقدونس جرجير كمان الغدى بتاعنا الرئيسة هيبقى عبارة عن يا اما شربة خرشوف اللي عاوز الطريقة بتاعتها لان ليها مواصفات معينة يبعط لي على البيت وهنبعط له التفاصيل بتاعتها يا اما شربة كرومب يا اما فراخ او لحمة هنمشيهم ازاي هناخد شربة خرشوف يومين فراخ او لحمة يومين شربة كرومب اخر 3 ايام الساعة 7 او 8 مساءا كوب زبادي خلال دسم علي كسر رجام يتاخد بسرعة جدا ده اهم شرط وورا منه لتر مية مش لازم اشربه مرة واحدة شربت كوباية 200 ملي 250 بعدها بنص ساعة كوباية كمان بعدها بنص ساعة كوباية كمان ما فيش مشكلة بس احاول دايما في اول نص ساعة تجيبلي الـ 500 ملي يعني نص لتر مرة واحدة ده هيعمل معي ايه هينزلنا من 4 ل 5 كيلو هيعمل فرق في الشيب بشكل ما حصلش خاصة في منطقة البطن انا قلت قبل كده كذا مرة ما فيش ضايق معين بيستهدف نزول من منطقة معينة لكن لكن لما ناخد وسيلة مساعدة زي الرجام انا شغلت المعدة بشكل اكبر بكتير فبالتالي حركة المعدة هتأثر على الدهون اللي حاولين منها وده بيعمل عندنا شكل كويس جدا جدا في منطقة البطن بالاضافة لان هي بتزبط عملية الاخراج فمشاكل القولون ومشاكل الامساك ومشاكل انتفاخات البطن بتقل بشكل كبير جدا شكرا لليكم كان معاكم محمد رحيم النهاردة كانت حلقة جميلة جدا كمنا فيها على الأدوية هي أكل تقريبا من الحلقة كلها إن شاء الله الحلقة الجاية هقول لكم على مكان الإيفنت وهقول لكم أخدنا مين معاكم وقت إن انتوا تبعتوا لي على صفحة اللي عاوز يبقى معايا في لقاء الأربعة كمان عشر تيام يعني الأربعة اللي بعد الجاي يبعتلي هاخد من حضراتكم المراضي بإذن الله هناخد خمسة وعشرين شخص اللي عاوز يبقى موجود يشوف الكشف المجاني كشف بشكل كامل يا قضي يوم كويس هتقابل هنقعد هنتكلم هنتفسح هيبقى مكان مفتوح المراضي يبعتلينا على صفحات الرئيسية دكتور محمد رحايم شكرا لكم أشوفكم بإذن الله يوم الاتنين الجاي اشتركوا في القناة دلوقتي هتلاقي كل منتجات جيرين اسمايل الطبيعية 100% على موقع جيرين كير شوب على الموقع الإلكتروني www.greencareshop.com ادخل على الموقع واختار المنتج اللي ينسبك واحدد الكمية اللي انت محتاجها واطلبها أونلاين وتوصلك لحد باب البيت لتفاصيل أكتر عن منتجاتنا الطبيعية اتصل على 0100-22-40-509 أو زور صفحتنا على الفيسبوك green care shop ترجمة نانسي قنقر شكلك أصغر 10 سنين لما تستخدمي بيرني اللي بيحرق الدهون في جسمك أكتر ثلاث أضعاف معيو جيرين خس وطير الكرش لو عايز حياتك تتغير وشكلك يبقى أحسن مما تتخيلي وبدون ترهولات أو دفوات يبقى لازم تتواصل مع عيادة دكتور محمد رحيم على رقمنا 010-138-35-311 أو بعتلنا رسال على واتساب 015-5114-64-558 وإحنا هنكلمك لا 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 إلا استخدام